قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبلغيط اليوم السبت إن الاحتلال الإسرائيلي قتل حتى الآن أكثر من 11 ألف مدني 70% منهم من النساء والأطفال وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي وأضف أبلغيط خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض إنه على مدار شهر كامل ونحن نطلب من القوى الدولية ومجلس الأمن أن يعفي المدنيين الفلسطينيين من شر الحملة الانتخابية الإسرائيلية البشعة قتلت إسرائيل حتى تاريخه أكثر من 11 ألف مدني 70% منهم من النساء والأطفال في حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وعنف ممنهج على مرأة ومسمع من العالم وأجمع عنف ودم يزرعان الكراهية لأجيال قادمة شهر كامل ونحن نطلب من القوى الدولية ومجلس الأمن أن يعفي المدنيين الفلسطينيين من شر الحملة الانتخابية الإسرائيلية البشعة والمجلس يفشل المرة طول الأخرى بإصرار قوى معينة على عدم تقييد أيدي إسرائيل في الرد على عمليات 7 أكتوبر بل وعلى توصيف ما تقوم به من مجازر وحشية بأنه دفاع عن النفس صحاب الجلالة والفخامة والسموي لدي ثلاث نقاط قصيرة جدا أرى أهمية في التأكيد عليها أولا أن الوقف الكامل لإطلاق النار هو أولوية ينبغي أن يعمل كل من له قدرة على السعي لتحقيقها أولوية تنتجب كل اعتبار آخر ومن يعمل على عدم توسيع رقعة الحرب يجب أن يعي أن استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في البطش بأهل غزة هو الذي من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية